اشتركوا في القناة 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 ريتمونورم ودي اعتبار فرصة كويسة انك تشوف الريتمونورم ايه في الير عشان تستعمله بعد كده كبير في المنزل في المنزل طبعا لو هو هيمو ديناميكي لاستيبل ايه سأجد لكي ايه كاردوفيرجن هيمو ديناميكي لاستيبل حنشوف عنده سروكشور هارد ديزيز ولا ما عندوش ما عندوش سروكشور هارد ديزيز حيبق ريتمونورم حيبق دال الحاجة المفضلة بالنسبالي عندوش سروكشور هارد ديزيز عيبق اميو دارون وممكن دي سي وفي الحالتين الدي سي مرضو از فاست وطا يجب عليك افضل اي في اميو دارون ولو عيان مش كاردوفيرتد في خلال يعني زو كاميكيو اوورز نعمله الكتف بقى دي سي كاردوفيرجن غريما العيان ده مش حيبق اصايم فانت لو الكتف كاردوفيرجن ده ليها شروط لازم عيان يبق اصايم وليبق عندك انسيزيا دي مختلفة خالص عن الامييد دي سي كاردوفيرجن بتاعت العيانين الهيمو دارون وليبق عندك انسيزيا اول ما يقول لك الجمل اللي بتخليك confused كده او يعني مش واصف خلاص اعتبر ان هي عد عليها فترة طويل يعني عيان بيقول لك اه رمضان ده بيجيلي كتير يا دكتور وكان عندي مبارح بالليل بس نمت وصحيت كويس بس بعد كده خسيت خلاص اعتبرها ان هي بلت على كتير لكن لوحد قال لك انا كنت تعب كويس خلاص خلاص وفاجأة ابتدت وفي ناس are obsessed with this بقى يعني العيانين اللي هما chronicator fibrillation دول they have obsession with their rhythm هاتليهم كلهم معاهم ديبايسيس بييسو بيها ومعاهم مش عقل صغير وبيعرفوا ييسو النطق فدول هاتعرفت هاتصدقهم يا السؤال دايما اللي هنا بيبقى confusing when would you start anticoagulation in this patient ماذا تبتدي له كاردوهجن هتبتدي له كليكسان ولا تبتدي له نواك على طول ماذا عندوش مواقل مواقل ماذا عندوش مواقل نواك from the start yes that's what i do طيب لو ما عندوش حاجة لو كان انتشايد باس سكور بتاعه zero يعني كان العيان ده 55 year old not hypertensive not diabetic not اي حاجة and i usually i would go one to four anticoagulation for a few weeks four to six weeks and i would not كاردوهجن هاتصدق من غير معراع يعني حيب عندانا فرصة كافيا هو يمشى على anticoagulation for several weeds وبعد كانت عمله TEE that's a very high risk هل أنت عيان تطول في القصة العيان بيبقى مضايق وانت تبقى مضايق وكلهن في العياني ايو ان ميش التبقى. في عيانين ايو انات التي تستعمل انه قبل غالب موضاعي والموضاعات التي يحدثها كلتا. طيب تحلوه وربع حاجة دول الكاركترايزاشن بتاع الاترال فايبلاشن يعني انت كل عيان لازم الأربع اسئلة دول تحلوهم في موخك ده هيهلفي بقى هتعمل ايه في الـ ABC طيب ايه أول حاجة هي الـ stroke risk بدي همتكلم على الـ هاتبلاد سكور طيب التاني سؤال هو الـ severity of the symptoms وفي عاملين الـ symptoms scale دوت 1 2A و 2B و 3 و 4 1 معندوش symptoms ده العينين ودليما اندخلوا اكسدنتلي 2A و 2B 2A the mild symptoms بس مش مؤثرة عليه 2B mild symptoms وحاسس بيها بس مش بس عيات عامل يعني مارس حياته بشكل طبيعي 3 دوت عنده symptoms لكن مؤثرة على الـ 4 دوت 3 طبعا العيان اللي معندوش symptoms خالص حيحتاج مانجمنت مختلف على العيان عنده ديسابلين وحاسسي حاسسي في انتى وحاسسي في انتى اذا حاسسي 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 هل يجيه لروبع ساعة البركة كن ست تشهر ده يختلف عن عيان بيجيله إبيزود بتاعه ساعتين ثلاثة كل يوم يختلف عن عيان عنده مستمر بقاله كذا يوم فدوت هيفرق في كذا حاجة هيفرق أول حاجة في الـ classification ده paroxysmal ولا persistent ولا long standing persistent ولا permanent ودوت التأسيمة دي هتفرق معكها في long term management هل العيان دوت تحتاج ياخد beta blocker بس لو هو الإبيزود بتيجي very sporadic ولا حيحتاج ياخد anti-arrhythmic drugs كل يوم ريتمونون ديلي أو كوردرون ديلي ولا candidate for ablation ولا هو candidate for ablation is it class 1 ولا class 2a ولا هو دوت خلاص بقى permanent atrial fibrillation مش بحتاج حاجة فدية classification البردن بتاعلي افدي مهم طيب رابع حاجة severity of substrate معنى عيان عنده left atrial size normal غير عيان عنده left atrial size large شوية غير عيان الاتر بتاعه 6 cm عيان عنده معنى structural heart disease غير عيان عنده hypertrophic cardiomyopsy غير عيان عنده dilated cardiomyopsy غير عيان عنده rheumatic heart disease فالsubstrate ده برضه حييفرق في المانشو بداوت هي الكاركترايزيشن بتاع الاتrial fibrillation طيب طيب اي حاجة ممكن تبقى اي حاجة اي حاجة اي حاجة ممكن تبقى risk factor of atrial fibrillation وإن كان التأسيما المفيدة اي حاجات الموديفايبل والحاجات الموديفايبل بمعنى العيان اي حاجة بتاعه 80 سنة ده بقى الموديفايبل فيه genetic predisposition ديات الموديفايبل لكن عنده uncontrolled hypertension uncontrolled diabetes overweight وممكن يلوز ويعمل surgery او يلوز ويت بطريقة او باخرة عنده obstructive sleep ap ممكن يحط sleep ap عنده valvular heart disease والvalvular heart disease ده ممكن يبقى corrected فيه حاجات correctable وحاجات او موديفايبل وحاجات non-modified طيب الabc قلنا ال a هو anti-coagulation avoid stroke b better symptom management c cardiovascular and comorbidity optimization وحنتكلم بسرعة على كل point من دول طيب اه حد دي اره تاني تقي اسماء ام هاد او موديفاي او موديفاي على دين ترى و أين تتعلمين مالذي تفكيره من المعادي على سبيل المال أبداً 5 مرة و أبداً بل أبداً سيدة تلاتة. سوري. خركلت حاجة. مش موجود في الشادفاسكوسكور. مش موجودين في الشادفاسكوسكور. بتاع المريضة دي تلاتة. يبقى ده كده هنكسكلود عشان هي مش موجودة. احنا قلنا اي علاقة بالشويس. نبقاش حد ايدي وارفرين في العالم المتحدث. فاحنا ما بين ابيكسبان 5 ميلي جرام twice daily. ولا ريفر اوكسبان 15 ميلي جرام once daily. فهو السؤال ده اللطيف هي ان هو يعني خلينا نفكر في تلات حيات. هل فارقة العيانة دي تبيجي لها ابيزودي اي اف قد اي. احنا قولنا من الاول ايه مالاش اي دور في. اي عين جالو اي اف مره بل كده. اي عين جالو اي اف مره بل كده. وكانت اعدها مسلا سيروتوبسيكوزيس وبقت كونترولد. ايه؟ يمشي ولا ميشيش. اي اي نخلت واحد اي اخشي عشان نتشعاد واسك ثلاثة انشاءل بات. طائل ايه الصوقbar انشاءل بات. طيب اي يلستروكت رسمي اف اندتمع لخصوصة سيبتمين او 5 مفات.ات. المره بات لخصوصتة بيخصة او موديفوائر. عارفين نتشعاد واسك. يعني يعني العيان فعلا بيجي له اي اف وبيطول غير اي اف بيجي فترة قصيرة ويمشي اه ده مش عيفرق في الريسك بتاع مش عيفرق في الرويس بس المعلومة اللي هم كانوا برده جابوا سريتها كتير في الجايدلاينز ان الموضوع هذا يكون موضوع معنى ايه لو جالك عيان الائج بتاعي هي السيفنة تفور عيان الائج بتاعي سيفنة واي. والفرق بينهم سانة او او ممكن تكون او قليل مونس شهرين تلاتة لكن سيفنة تفير ده هيخد مقطتين والسيفنة تفور ده هيخد نقطة واحدة معانوه في الواقع في الحياة يعني موضوع مش مش بهذه البصط طيب الشاد واسك الكمبوننت بتاعته عشان الدكتورة كانت بتسأل على الـ overweight The presence of congestive heart failure سواء كان clinical heart failure سواء كان half-ref أو half-pef يعني أي heart failure أو impaired ejection fraction أو cardiomyopathy of some sort خصوصا الhypertrophic cardiomyopathy ذكرينها بالاسم دول حيحتاجوا anti-coagulation طيب الhypertension سواء كان controlled أو uncontrolled يعني الـ عام كان عنده history he is on anti-hypertensive medications he is still a candidate for anti-coagulation حتى لو blood pressure طيب controlled medication الـ age زي مولنا 75 years وطولد حياخت 2 points 65 to 75 حياخت 1 point ديابيتس مليتس موجود علشان بأي طريقة age التلام عليها مكادة والفيميل جندر وقاله that it's a risk factor modifier rather than a real risk factor يعني the presence يعني لو واحدة female الشاد باسك score بتاحها 1 because she is a female that it's not risk factor لكن وجود بقى أي حاجة من اللي قابلهم مع female gender ده حيخلي risk جزي which b questo term d المترجم للقناة 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 المترجمة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الادوية باتاكس استعمالها لدينا أول تلاتة بس ما عندناش الادوكسaban في حاجات منهم تتاخد مرتين في اليوم وفي حاجات تتاخد مرة واحدة في اليوم أحبتي على أحبتي هو إبيك سابان لديه يسمى اليكويس وفيما أنه جنارك سكوتار جدا فهي أحبتي على أحبتي 2.5 ميلي جرام طوائس ديلي لو توفرت 2 out of 3 criteria age above 80 body weight less than 60 وسيرم كرياتين أكتر من 1.5 عشان أنا ما بحبش أحسب الكريات في الحاجات التانية بيبقى فيه حاجات بتعتمد على الكريات والميديكيشن طيب مين اللي ممكن نستعمله في اللويس كرياتين كيران الأبيكسابان طيب 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 ده نفس الكلام اللي كنا متكلم عليه بس هو حطه بصورة الجوريز ونعرفش واضحة بلأ أول سطر كان العينين اللي عندهم أو ميترال ستينوزيز دول هياخدوا فيتامين كي أنتاجوليست ووارفرين طيب هنخش على المجموعة التانية هنبتدي بقى نحسب بالشارد بالشارد فاسكو سكور طلعهم لو ريسك يبقى مش محتاجين انتي سرومبوتك تريتمن لو مش لو ريسك يعني أكتر من زيرو في الرجالة وأكتر من واحد في الفيميل يبقى هنحسب بقى الشارد فاسكو كام ونحسب يبقى 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 السؤال وده اهم السؤال وده اللي حيعمل اللي موتالي بانه هو هو الانتكوابوليشن والسروك تاني حاجة البيلز اللي هو الانتكواب سيمتونس وهنا عندنا السؤال الواضح جدا ريت ولا ريزب كونترول طيب مين العينين اللي هستر فيهم ريت كونترول او الحاجة كل العينين الاترال سواء حتى عمي ريت كونترول او ريزب كونترول لازم الهر تيبقى هاي طيب مين تاني العينين اللي ديمد توهاف تولمينت ايش الفربيليشن عيان بالربطر الريزب كونترول منجبنت كازا مرة وانت زهقته العين زهق وخلاص وهو بقى يبقى دوت حتى يلجأ للريز كونترول طيب مين كمان دائت يبقى اول حاجة background therapy in all af patients تاني مجموعة تاني مجموعة عملنا عدة محاولات خد دي سي مرتين عمل ابليشن ثلاث مرات وماشى على اميودارول وخلاص ما بقىش يبقى طيب اخر حاجة therapy when restoration where risk restoring sinistrism outweighs benefits يعني ايه حايد اخلو thromboembolism حيحصل مثلا ايه حاجة ما فيش ادوية قدامه غير الاميودارون وحيجله يعني ايه حاجة جملة كده بس يعني بتشغل طيب ايه التارجد هارت ريت اللينيانت اللينيانت دول في الناس كلهم ان resting heart rate اقل من 110 طيب هل فيه عيانين بنحب نوصل لتارجد اقل من كده اه المجموعة دي اللهم هاي الهارت ريت 110 بس لسه عندهم symptoms او عندهم heart failure symptoms او مركبين CRT و الانترينسيك ريزم بتاعهم is faster than CRT نعرفين في CRT عشان ناخد بانيفت بتاعهم يعني هل نريد ان نريد الانترينسيك او نريد ان نريد الانترينسيك يعني كلما نبقى 99% 100% أفرد انت ايضا غالبا ان ان تددي او نزبط CRT بازة ريت على 80 بس لن نخيب 60 بس لان اضغط على 80 فيعيان عنده الهارت ريت بتاعه دائما دائماً مية مية عاشر و هذا دائماً سيبقى سابق CRT. هنعمل ايه في العيانين دول ممكن نزاود يعني لو كان يأخذ بيتا بلوكر بجرعة صغيرة ممكن تزاود بيتا بلوكر لو عنده هارت فيلير ممكن تزاود لنوكسن ومعندوش هارت فيلير ممكن تزاود كالسر مشان بلوكر عنده هارت فيلير ومش طولي بيتنج ولا البيتا بلوكر ولا الكالسي مشان مش هارت فيلير ممكن تزاود ممكن تزاود اميدرون طب لو كل دا فيل ممكن تعمل ايه بس يكون حاطيتلو CRT دا الجدول يعني هو هنا بتكلم على الادوية لا اعتقد اننا يجب ان نحصل على هذا البيتا بلوكر الافيلا بالايفي في مصر عندنا هما الميتوكولول و البروكرانولول البعين كلهم موجودين اور الادوية اللي بتستعمل الكالسيوم شانس بلوكر اللي بتستعمل فوريد كنترول كان ناندى هادرو بيريدينز اللي هم البرابام اللي بوليكي ازام والدجتالس في لاخ طيب اه يه وهو دلوقتي زي الجدول اللي كان جابه لنا عشان الريد كونترول هيتكلم على الريد كونترول عيانة على الريد كونترول او من الاول انت عاوست عمله الريد كونترول وهذا الاصل يعني هتبص على سيمتومس لو السيمتومس دي اف ريليتد يبقى حسن حاجة من افضلها محاولة الريد كونترول ومشي تحسن الاولى الريد كونترول او من افضلها المحاول السيمتومس خاصة الريد او لا على اللايف ستايل الجديد انه ايه انه هو ما يطلع دور سلم بينهج كان قبل كده بيجري ومارس هنز ومش حقيه بس الوقت هي بطلع دور والسنة مبسوط لا مش يعني حاول ترجعه تاني طيب ايه الحاجات هتفيفور ريزم كونترول يومجر ايج دي علشان عارفين الادفانسنج ايج كل ما يجبر كل ما بيجب ايه الاترال فائنابا مما يعني اي ايان جايب اترال فائنابا اي اترال فائناب مما احاول اي اي ايه لكن انا اعلا بيجري ايه الجديد او هم ليس كبير او بدون ايه حام اشافها لست ايه حام الاو خامسة حتى تاكيكارجيوم الدييت الكارديوميابسي دول طبعا عينين مهم جدا نحن نرستور سينس ريزب نورمال لابي يعني يعني ايه نور فيو كوموربيديتيز يعني العينين المعنضون مش عارف تعمل ريت كونترول ايه اف رستيتد باي تنكوراري ايفنت ما اللي احنا كنا نتكلم عليه في الاول والبيتين شووس طيب ايه الطرق اللي احنا بنعمل بيها ريزب كونترول ده دي الديسكاشن اللي احنا كنا نعملينها في الاول خالص واللي اقل من 48 ساعة واللي اكتر من 48 ساعة ايه 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 لو ايه اف بقاله اكتر من 48 ساعة وعيان بياخد اورى الانتكواجوليشن وكمبليانت لو بالو اكتر من ثلاث اسابية وكمبليانت ممكن تعمل من غير ما تستان عليه طيب ميش بياخد اورى الانتكواجوليشن عندك اورى الانتكواجوليشن اورى الانتكواجوليشن اورى الانتكواجول لكن اورى الانتكواجوليشن اورى الانتكواجوليشن كل الكلام مش حيطلع عن الى الكلام الي احنا قلناه طيب يبقى بعدنا عملنا العيان ورجع سيناس فرزم بقى دلوقتي عندنا حاجة تانية كيف يستطيع التحقيق هذا الرسم لدينا محتمال من الاثنين مين العينين اللي هنعمل لهم أحسن العينين اللي عندهم باروكسيزم ومعنضهم شخص علشان العينين دول كل اللي بيحتاجوا ان هم يعملوا المنتجين في قلماني فين ودي يغير لحاجات تانية اللي بيحتاجوا مويدة احسن العينين هم اللي محتاجين للي عندهم باروكسيزم البابلات اسمال لو العينين دول ميديكال تريتمنت العين ماشي جالو بك احيان بياخذ قراس لمنتين سينس ريزم وعلى الرغم منه بيأخذ الانتياريزمي مدكيشن ديسة الييلو ودول الوغدين الكلس 1 طيب مين عينين تانين اللعينين اللعندهم اترال فاربوليشن وعندهم ردوث ايجيكشن شرحنا عمدنا اعتقاد ان العينين دول عندهم تكيكارديا اترال فاربوليشن او اترال فاربوليشن بيأكسسربيت الهارد فيليشن والعينين دول عندهم مشكلة تانية ان الانتياريزمي مدكيشن عندهم اترال فاربوليشن موضم همش غير دول واحد اللي هو لم يدرون ايه الحاجات اللي في النص العينة عيان مش عاوز ياخد ادوية عاوز يعمل أبليشن او عيان عنده اترال فاربوليشن واخد ادوية ومجابيتش نتيجة فده يبقى اترال فاربوليشن انتياريزمي اترال فاربوليشن انترال فاربوليشن قام بتغيير افرلت سيمتم يعني هم مش بيطاول العمر ومش بيطاول العمر الافيكاسي توميجين سينسوزمي تتتاكين شو ملكلام دوت ممكن تبقى تغير وواتشاوط فور دراج اندوست برواريزمي وإنكترا كاردكس إمتعتد دي أنت لو العين سمتماتيك لو عين عنده اسمتماتيك هتعمل له ريد كونترول وينتو ستار يوجد ليس الأول ولكن يمكن أن تحاول الافيكاسي هذا ما أفعله وعين جاء بفرست اترال فبوليشن وخد أرسين اتمنون في الاستقبال ورجع لسينسوزم هل يكمل بيت حياته بقى على اتمنون عشان جاره يأخمرة لا أنا يوجد لهم بيتا بلوكرز ويرجعوا للحياة تانية العادي بتاعتهم لو الموضوع بقى ابتدى ده بقى في عين كطار بجي لهم دي سنجل ابيزود في حياتهم وخلصنا ما مش معنى انه وجده اياخ مرة انه لازم حييله اي افتاني طيب كيف تأخذ انتعريزمي جروبز اول حاجة في مصر هنا ومع دين جارت الاربعة يعني كوردارون سوتالون اقول للميزمي جروبز اولا اولا من المصر اولا 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 انتعريزمي جروبز اولا و Qt و Qt خصوصا في العدوية المشهورة بالطاول ال LV فونكشن طبعا دي مهمة جدا عشان العينين الذين عندهم سبيل امبارد L إجيكشن فاكشن دول هنفعلون غير الان يدرون العينين الذين عندهم مالد امبارد ممكن يأخذوا ثوتالول العينين الذين سيأخذوا في الكانايد أكوكفنون يجب أن يكون إجيكشن فاكشن نور كتير من الأدوية دي بتانتراكت مع الوارفرين فواتشوت لو عيان بتاعك بيأخذ وارفرين وعن تبتدي اللي يأخذ امبارد طيب مانا عيتكلم شوية الانتياريزمي الدراجس لا أريد أن أذهب إلى هذا صراحة إيه الخيار بتاع الانتياريزمي الدراجس لو العيان لا يوجد امبارد مستقبل الدروني دارون ده كان عندنا في فترة مصر واختفى الفلكانايد والبروفرينون دول امبارد وصوتالول امبارد ماي الاكتر وعد افيلبل هو البروفرينون ودهو امبارد طيب لو الافر كارنت على رغم الأدوية أحصر حيعملها كاستر أبليشن طيب في العيانين اللي عندهم كورانوري ارتي ديزيز و هاف باف بس الاجيكشن فراكشن حيبقى عمي دارون ودروني دارون وصوتالول حنشيل خالص الفلكانايد والبروفرينون طيب لو هف رف والاجيكشن فراكشن امبارد سيجنيف كنتي حيبقى عمي دارون ترجمة نانسي قنقر